شايف الزمالك محتاج ايه بالسرعة القصوى يعني لو عنده الاولويات من وجهة نظرك انت بعد لقد مش دلوقتي مش وجهة نظر النادي الزمالك هم شايفين هم حرين هم عايزين بس انت من وجهة نظرك الزمالك محتاج ايه بكرة لعيبة عاملة ازاي مركزها ايه اسماها ايه حتى لا اسماها مش قادر اقول مش لازم معلومات انت شايف بس الزمالك محتاج مساك ضروري محتاج اتنين واحد ستة واحد تمانية ديفندرات محتاج هافليفت مع مصطفى شلبي ممكن يكون محتاج فرود لو ناصر منسي مشي او سامسون مشي وزي ما كيقدر يشتري كل ده في هنائر صعب صعب انا بس عايزني بقى كلام موقع عشان الجمهوري يعرف كمان انا من وجهة نظري انت بتقولي من وجهة نظرك الفنية الاولوية ايه بقى الاولوية لازم ده يبقى موجود على الاقل اتنين في نصف المرحب ده على الاقل خلص ده لازم تعمله قبل ما تخلص هنائر ده مهم جدا ده يعني ده اللي هو ارجنت جدا لان انت قوة كنا اقوية اوي في الزمالك لما كان عندنا الكابتن اسمعين يوسف كنا اقوية اوي في الزمالك لما كان عندنا تامر عبدالحميد كنا اقوية جدا في الزمالك لما كان عندنا تامر عبدالحميد وفرجاني ساسي وطريق حامد طريق حامد وفرجاني ساسي سورة صحيح يعني ده رمانط الميزان مزبوط طبعا مش معنى كده ان بقيت اللعيبة مش موجودة بس ده اللي بيديك الباور والقوة وبيديك الهو ده اللي بي عمتا اي فريق في العالم اللي عنده نص ملعب قوي هو فريق متفوق بس لو انت عندك كل النجوم قدام وعندك نجوم كبيرة في الدفاع ما عندكش وسط ملعب قوي بي عندك مشكلات احنا فترة من الفترات كان حزم امامه وعب حالي معالي وطريق السيد وطريق السعيد وواليد صلاح وجمال حمزة وويوي ونص ملعبك مش قوي كان بيجي في جيوان سهلة جدا تجيب قدام ثلاث تجوان ويجي فيك اربع تجوان طبعا انا بعمل اللي عليها قدام وبجيب وبصنع وبعمل وفي الاخر اي كرة بتروح عليك بتيجي عليك جوان فدي مشكلة كبيرة جدا لازم يكون في نص ملعب لغة الكرة عضاد ايوه حد ما بيعفوتش الهوى ده اللي هو اصلا بيمنع وصول الكرة لخط مين في الماركت زي ما بيقولوا كده مين في الماركت يليق على المركز ده دلوقتي في نادي الزمالك مفيش مفيش اه طبعا تجيب بينين لا فيه فيه نوعية لعيبة عشان كده انا انا طريق السيد بقى لو انا بكون تيم هروح لحاجة مجهولة خالص حاجة مش معروفة بس حاجة منورة فهم يعني نظر بقى كشاف